موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في فيديو جديد نتمنى ان شاء الله يلقاكم باحسن احوال اليوم ان شاء الله هتشوفوا معي راجينا ديال مني بطباط مع حشوات اللي مختلفين وكيجي ولدات بثاف نخليكم تعرفوا على المقادير اللي غادي نحتاجوا في العجينا تقريبا سميد جرام ديال دقيق الابيض مع 300 جرام ديال فينو وودي نحتاجوا معلقة كبيرة ديال الخميرة يعني ديال الخبز وودي يحتاجوا معلقة كبيرة ديال السكر سنيدة ومعلقة صغيرة ديال الملح سوف نحتاجوا كدلك تقريبا جشت مع القبار ديال الزيت ان شاء الله غادي ننعجنو العجينا كبار ديال الزيت تقدروا الزيت النباتية او اللي الزيت زيتون اللي كان موجود سوف ننعجنها يعني طريقة العجينا ربما روفا ومن بعد غادي نتلكها مزيان كيف ما كتشوفو ونخليها حتى تخمر ومن بعد نطلقوها باش ننشكلها على خميرة صغيرة سوف نجد نقطعها باثير دائري ومهم انتم ها تسوفو مع جميع المراحل المهم العجينا رقيقة سوف نقطع العجينة كاملة سوف نقطع العجينة كاملة اما الى اخدمتهم ديك الساعة وزيتين ديك الساعة سوف نكون هكذا نكمل العجينة نجدهم يفتحوا هذه المدة قليلة تقريبا نصف الساعة ومن بعد نبدو نطيبوا فيهم سوف نبدأ هذه العجينة كانت شدة ونجمعها مزيان ونجدها لجنب حتى الاخر ونقوم بها ونقوم بها ونجمعها سوف نضعوا مغلال فوق النار سوف نحسروا من بعد نحن نزولوا بالطيفة فلنجمعها سوف نتجمعها لا تنفخوا و لا تنفخوا فساءت كاملة you will have one فقط اذا لم نتجمعها تقطعت لكم العجينة لا تنفخوش يعني غير حاولوا معهم غير بشوية السف هنا مني كتشوفهم دا و كتنفخو لكم كتتقلبوهم و هكا كتتقلبو فيهم حتى كي طيبو طريقة لها سهلة واضحة في الفيديو مهم غير حاولوا معهم بشوية مني تباوت الزوم حاولوا تزوم بشوية هكا باش ميتقطعوش و مني الطيبو هم يتنفخو لكم باش يجيوا خاوين من الوسط شفتوا معي هذيك اللي كانت تقطعت لي ما تنفخوش ولكن مش مشكل انتما كتشوفو يجو من فوخين و دبا ان شاء الله تشوفوا معي اول حشوالي كتجي تايا لديدة بزاف وبنينا و كتشي سهلة و سريعة في التحضير اللي كانحتاج فيها ميز زيت زيتون شوية تفف الأسود و كذلك اللي شو حمر قطع رقيق او اللي محكوك و جزرة محكوكة لدانت فيمي و سيريمي خلطوا هذي المكونات مع شوية زيت زيتون و شوية ففل أسود و قطع مربية من البطبط و بنسبة الحشوات الثانية غادي احتاجوا زيتون مقطع و كورنيش مقطع و هنا خلطت الففلة صفرة و شحرتها مع شوية ماطيشة و شوية البصلة و خلطوا هذي المكونات و خلطوا هذي المكونات و كذلك و خلطوا هذي المكونات و قطع مربية من البطبط الحشوة اللي كدتها هي بنينا و لديدة بالسف و خلطناها و هناي بنسبة الحشوة الأولى هي هذي و دابة نعمروا بها البطبط هنا كيفما كتشوفو هذي هو البطبط دينا المعمر بنسبة للحشوة ديتون ذات لها الخص و البطبط الأخر اكتفيت غير بالمكونات اللي وريتكم و دابة غادي تشوفوا معي الحشوة الثالثة اللي كدتها هي بنينا بالزاب بالمعداق دي الشوارمة هنا غادي نحتاجوا قطع دي الدجاج مقطعين سدر دي الدجاج مقطع رقيق و كذلك غادي نحتاجوا شوية تومة و تقريبا نشو مع القبار دي القصبر و المعدنوس مقطع رقيق و شوية تففل اسود مع شوية كانجفير sakh winning و غادي نحتاجوا العطرية دي الشوارمة مع ياغورد طبيعي ملسوس مهم بنسبة لياهورد نديروا الكمية لغا تخلطنا دجاج هذائفي هنا كيفما كتشوفوا درت شوية تففل اسود مع شوية تكنجفير مع تقريبا مع القبار كبيرة دي العطرية دي الشوارمة وهنادرت تقريبا مع القبار دي الخل من ان نبال طبعه سوف يظهر الطبعي سوف نخلطة المكونات هذا المكونات سوف نخلط الطبعه سوف نضيف طبعه ثم اضفت لها ستة الجاج وعلى نار عالية لا تكون شميلة لكي يتلق شنين على الماء سوف نجعله حتى نزل تهوي طيب طيب بسرعة هذا هو الشكل سوف ندهن فروماج متلت زيت زيتون وففل 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 اضفت اضفت مقاطع الدوائر لاني يجيكم على شوارمة انا مهم هنا ما صورت لكم ومهم هادشي اللي قيت لكم سوف نتعرفوا للحشوة الرابعة سوف نتعرفوا للحشوة الرابعة سريعة ومشي شي حاجة لمعاقدة هنا عندي الففلة الخضراء مع البصلة شحرتهم مزيان وضفت لها الكفتة مع شوية الكامون مع شوية الففل احمر ومع قصبر ومع الففل اسود وطبيعة الحال مع الملح سوف نشحروا هاد المكونات مزيان ومن بعد نضيفوا سيتون مقطع وسوف تكون الحشوة الآن وبالنسبة للصوص سوف نحتاج مع القادة المايونيز وكذلك الفرماج اي نوع عندكم موجود زيت زيتون وففل اسود سوف تخدموهم مزيان بطباط وكذلك مع قادة صغيرة ومن بعد نضيفوا طريف الخص وكذلك نضيفوا الحشوة لقادة الكفتة والزيتون هذا هو الشكل من نهاي الحشوة الخامسة سريعة وتهيبنينة بيض مسلوق وكذلك كاشر محكوق زيتون مقطع وكذلك طون وكذلك بصلة مقطع رقيقة ومشحراها بالنسبة للصوص سوف نخلط بعض العناصر ياغور طبيعي مع جبن سوف نخلط المكونات سوف نعمر بها بطبوط هذه الحشوة سوف نخلط سوف نخلط سوف نخلط سوف نخلط بعض الأفكار لتعمروا البطبط وإلى اللقاء الفيديو الجديد إن شاء الله موسيقى 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 موسيقى